كان السلف رحمهم الله يعلمون أولادهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرعياه كما يعلمونهم السورة من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله لا زال الحديث موصولا بغزوة بدل فنقول وبالله التوفيق بعد هذه المقدمة مع ابنكم سعد بن صلاح الحمادي متى وقعت غزوة بدل ريبة في أي يوم بضلب يوم الجمعة من رمضان من أي شهر رمضان رمضان المبارك أي تاريخ بضلبت 17 رمضان السنة أي سنة من الهجرة الثاني الهجرة بارك الله فيك المهم الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة كم تجمع حوله من الصحابة كم عددهم كان الجيش 319 319 رجل يزاك الله خير بارك الله فيك فالرسول صلى الله عليه وسلم واصل المسير في الطرف الآخر أبو سفيان أيسي القافلة القادم من الشام قام بالاستطلاع أيضا وقلنا الاستطلاع مهم في إنجاح المعارك فراح إلى ماء بدر اللين وصل ماء بدر فالتقى بجاسوسه مجدي بن عمع فسأله هل رابك من شيء أنت شكيت في شيء قال لا إلا راكباني أنا أخا إلى هذا التل ثم استقي في شن ثم ذهب فالأبو سفيان ذكي فجاء إلى مناخ البعيرين فالتقط البعر عزكم الله بعر الجمال ففتته فإذا فيه النوى تعرفوا النوى يبه الطعام فقال أوه هذه أعلاف يثرب فضرب وجه قافلته إلى الساحل ساحل البحر غير الوجهة غير الطريق وفي نفس الوقت أرسل من رسولا إلى قريش يخبرها بأن القافلة سيتعرض لها محمد وصحبه فأدركوها أرسل ضمضم ابن عمر الغفاري ترى برده سيلك ترغيبه أرسل من؟ ضمضم ابن عمر الغفاري إذا من رسول أبو سفياني لمكة شاسمه؟ ضمضم من عمر الغفاري أحسن العجيب قبل قبل أن يجي هذا الرسول إلى مكة بثلاثة أيام عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤية تعرف من عاتكة عاتكة بنت عبد المطلب أخوها العباس بن عبد المطلب يعني شتسيري للرسول صلى الله عليه وسلم عمته عمته فقالت لأخيها العباس أنا رأيت رؤية مفزعة أتخوف على قومك منها شر فاكتمها علي طيب إيش الرؤية؟ قالت رأيت أن راكبا قدم مكة فلما كان بالأبطح صاح وهو على بعيره ألا أنفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث ألا أنفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث ثم مثل به بعيره على ظهر الكعبة وصاح بمثلها ألا أنفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث يعني بعد ثلاثة أيام يصيكم مكروه ثم مثل به بعيره على جبل أبي قبيس كم مرة مثل بعيره إذن؟ الآن مرتين والمرة الثالثة وين؟ على جبل إيش؟ أبي قبيس لا تنسى أنزين فصاح بمثلها ألا أنفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث ثم أخذ صخرة من الجبل وهدها حتى إذا كانت في أسفل الجبل ارفضت وتفتتت فلم يبقى بيت في مكة إلا دخلته منه فلقة فقال العباس هذه والله رؤية عجيبة وأنت أيضا اكتميها لا تخبر أحدا بها خرج العباس إلى الخارج ورأى صديقه الوليد بن عتبة فأخبره بالرؤية واستكتمى قال لا تقول لحد الوليد ما قصر خبر أبوه عتبة وعتبة خبره آخر آخر وهكذا انفشت الرؤية في قريش يقول العباس فخرجت يوم أطوف بالبيت فرآني أبو جهل وكانت قريش في مجالسها تتحدث برؤية عاتكة فقال لي يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا يقول فلما انتهت من طوافي رحت إليهم فقال يا بني عبد المطلب متى حدثت هذه النبية فيكم قلت وماذا قال الرؤية التي رأتها عاتكة إنها زعمت ألا انفروا يا آل غدن إلى مصارعكم في ثلاث فإحنا سنتربص هذه الثلاث إذا مضت هذه الثلاث ما حصل شيء سنكتب عليكم كتابا أنكم أكذب بيت في العرب ونعلقه بالكعبة يا بني عبد المطلب إنا وأنتم كنا كفرسي رهان حتى إذا حاوز تساوت الركب قلتم منا نبي ما كفاكم تتنبأ رجالكم حتى أيضا تتنبأ نسائكم الآن قلتم منا نبي وبكرة ستقول منا نبيه فأخذ يتلاحيان ويرد عليه العباس لين انقضى اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث ولا جه ضمضم من عمر الغفاري شو اسمي به؟ ضمضم من عمر الغفاري من أرسله تذكر؟ أرسله أبو سفيان إلى قريش حتى يخبرهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه يريدون انقضاء ضعقها فينا طيب فعيد اسمي مرة ثانية شو اسمه؟ ضمضم من عمر الغفاري ضمضم من عمر الغفاري جه على بعيره، جدع بعيره، وحو شق خميصه، وحول رحله، وقام يصيه اللطيمة، اللطيمة يا معشر قريش أموالكم مع أبي سفيان تعرض لها محمد وصحبه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث فقررت قريش أن تثأر لكرامتها وقررت أن تخرج بقضها وقضيذها خلاص بيطلعون بيروحون يقاتلون محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه فهم حين طالعين تذكروا أن كان بينهم بين بني بكر ثارات وعدوات فخافوا إن خرجوا أن تأتيهم بني بكر من خلفهم فتمثل لهم الشيطان في صورة سراق ابن مالك صورة من يبه؟ سراق ابن مالك سراق ابن مالك وهذه بعدين طبعا أسلم فقال لهم إني جار لكم أن تأتيكم بني بكر اللي هم من كنانة بسوء لا تخافون طبعا خداهم وهي الشيطان الله عز وجل يقول وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ فقد عموا الشيطان لكن بعدين تخلى عنهم فخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت إليه أنباء أن قريش الآن خرجت لمناقاته هو صحبه طبعاً هو ما كان مستعد ولا أصحابه مستعدين للقتال كانوا في بالهم يروحون للقافلة ينقضون عليه وعملية زهلة الآن كل قريش خرجت بقضها وقضيذها والرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى منطقة الروحاء فاستشار الصحابة فاستشار الصحابة أشيروا علي أيها الناس فقام أبو بكر تكلم وأحسن وقام عمر تكلم أحسن وقام المغداد وقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا ها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون والله يا رسول الله لو ذهبت بنا إلى برك الغماد لاتبعناك ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس فقال سعد بن معاذ إيانا تريد يا رسول الله مع شر الأنصار قال نعم الأنصار كانوا أكثر عددا وكانوا عاهدوه أن ينصروه من أي عدو إذا كان هو في المدينة دخل مجرد ما يدخل المدينة ينصروه من أي عدو فلعلهم لا يرون نصرته من عدو خارج المدينة فلذلك قال أشيروا علي أيها الناس فقال سعد بن معاذ يا رسول الله إيانا تريد مع شر الأنصار قال نعم قال يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وعطيناك عهودنا على السمع والطاعة يا رسول الله امضي لما أمرك الله فالله لو استعرضت بنا البحر فقضته لأخذناه معك إنها لصبر في الحرب وصدق عند اللقاء ولعل الله يعطيك منها ما يسرك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أني الآن أنظر إلى مصارع القوم فساروا معه هذا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كان السلف رحمهم الله يعلمون أولادهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما يعلمونهم السورة من القرآن الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر